هذه أبرز العناوين الرقراجي متفائل بتألق نجمين مغربيين بالدورة الأوروبية الفيفا تفاجئ جامعة فوز القجع وتضعها في ورطة كبيرة وهذه التفاصيل قاتوزو يتحدث عن تألقها من حارت والآن إلى التفاصيل ولكن من قبله باش تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس الرقراجي متفائل بتألق نجمين مغربيين بالدورة الأوروبية يستعد ناخب الوطني وليد الرقراجي للكشف عن القائمة النهائية المستدهة لكأس أمم إفراقية التي تصدفها الساحل العاش مطلع السنة المقبلة وفي الوقت الذي جهز مدرب المنتخب المغربي قائمة أولية في انتظار تقلصها للمشاركة في الكان فإن وليد الرقراجي وضع ضمن قائمته بعض اللاعبين الذين تألقوا مع أنديتهم خاصة المحترفين في الدورة الأوروبية ويبقى إسماعيل السبار أبرزهم وحسب عدة التقارير الصعفية فإن الناخب الوطني وليد الرقراجي متفائل وسعيد بتألق السبار مع بازفايندهوفن الهولندي وتواجده في الكان يبقى مؤكدا الفيفا تفاجئ جامعة فوز القجع وتضعها في ورطة كبيرة وهذه التفاصيل أربك الاتحاد الدولي لكراس القدم الجامعة الملكية المغربية لكراس القدم ومعها الكاف بتحديده موعد كأس العالم للأندي 2025 بمشاركة 32 فريقا والتي تصدف الولايات المتحدة الأمريكية وأحدد الاتحاد الدولي لكراس القدم الفترة بين الخامس عشر من يونيو والثالث عشر من يوليوز لإجراء النسخة الأولى لكأس العالم للأندي بمشاركة 32 فريقا ووضع قرار الفيفا ببرمجة مونديال الأندية في يونيو ويوليوز وضع الجامعة الملكية المغربية لكراس القدم والكاف في موقف محرج خصوصا أنهما يرهنان على إقامة كأس أمم أفريقي للأمم بالمغرب صيف 2025 ويجتمع مجلس الفيفا بالسعودية على همش كأس العالم للأنديا من أجل المصادقة على الموعد النهائي لنسخة 2025 غاتوزوية تحدث عن تألق أمين حارت بعد الأداء اللافت بل المتير للأسد المغربي أمين حارت في مباراة فريق أولمبيك مارسيليا وضيفه كلير مونفوت التي جرت برسم الجولة السادسة عشر من بطولة الليكاء الفرنسية وانتهت بهدفين لهدف لصالح أصحاب الأرض كان حارت هو من سجل الهدف الأول قام مدرب مارسيليا الإيطالي جينارو غاتوزو الملقب بالمجنون بتصريح للموقع الفرنسي فوت ميركاتو حول أداء الدولي الأمين حارت حيث قال لقد سجل حارت أخيرا هذا أفضل لها أمين لديه القدر على التسجيل يتمتع بمواصفات كبيرة كان رجلا إضافيا في المباراة وتبع غاتوزو حارت منحنا التفوق العدد بفضل مراوغاتها وقدرة الاستثناء على تجاوز خصومه في الملعب صحيح أن سرعته تراجعت بعد شوط مباراة الأول لكن مثله مثل باقي زملائه في الفريق لكنه لعب مباراة ذات جودة عالية وليد رجراكي بكل اتقاء إذا بدلنا قصر جهدنا فسنفوز بهذه الكأس أكد الناخب الوطني وليد رجراكي عزم أصود الأطلس على مواصلة تألقهما القاري والعالمية وتحقيق إنجاز جديد في نهاية كأس أمام إفريقيا الكوديفورة 2023 وجاء على لسان رجراكي في تصريح أورده الموقع الرسمي للكونفيدرالي الإفريقي لكرة القدم كافة ما فعلناه في كأس العالم كان تاريخيا لقد كان إنجازا لا يصدق لقد وضعنا إفريقيا على خريطة العالم لكن الآن لدينا عقلية مختلفة لأن كأس الأمام الإفريقية صعبة للغاية لكننا سنمضي بالروح نفسها وإن شاء الله إذا بدلنا قصر جهدنا فسنفوز بهذه الكأس هذا وقد أوقعت القرعة المنتخب الوطني في المجموعة السادسة مع كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا وطنزانيا وسيلعبون على ملعب لوران بوكو الشهير في سان بيدرو في الجزء الجنوبي الغربي من الكوديفور وتقام البطولة القارية في الفترة الممتدة ما بين الثالث عشر من ينهر والحادي عشر من فبراير 2024 في الكوديفور ارتفع القيمة التسويقية لأمين حاريت بعد تألقه مع مارسيليا ارتفعت القيمة التسويقية للدولي المغربي أمين حاريت بعد تألقه المميز مع فريقه أولمبيك مارسيليا الفرنسي بداية هذا الموسم ووفق لمنصة ترانسفير ماركت فقد انتقلت القيمة التسويقية لللاعب إلى 15 مليون يورو ومعلوم أن أمين حاريت قضى هذا الموسم على الرسمية في تشكلة مارسيليا بعدما قدم مستويات المميز وبت واحدا من أبرز عناصر الفريق إدارة النصر السعودي تتحرك لإغلاق ملف قضية التسجيلات مع حمد الله باشرت إدارة فريق النصر السعودي لكرة القدم الإجراءات القانونية لإغلاق ملف قضية التسجيلات مع الدولة المغربية عبد الرزاق حمد الله مهاجم الفريق السابق واللاعب الحالي لاتحاد جدا وأشارت القرر الإعلامي السعودي إلى أن محامي حمد الله ومسؤول فريق النصر توصلوا لاتفاق نهائيا لتسوية القضية الشهرة وإغلاقها نهائيا قبل استور قرارة المحكمة وكانت الفيفا قد حكمت لصلي حمد الله وأحقياته في الحصول على 3.3 مليون يورو تمثل رواتبه المتأخرة لدى الفريق من مارس من السنة الماضية حيث أن إدارة النصر سبق أن تقدمت بشكوى محلية مرفق بها تسجيلات منسوبة لحمد الله والمدير التنفيذي لفريق اتحاد جدا زعم الفريق أنها تتعلق بتحريد اللاعب على الاتقال للاتحاد خلال سرايا عقده مع النصر وبناء على تلك التسجيلات قررت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم في غشة 2022 إقاف حمد الله 14 وتغرمه مبلغا ماليا ليتم فص عقده مع النصر من طرف واحد قبل أن ينتقل للاتحاد يشار إلى أن حمد الله غاب عن فريقه في الفترة الماضية بسبب الإصابة قبل أن يعود بشكل تدريجي بعدما نزل بدلا في مواجهة الأهلية لحساب ربع نهائي كأس العالم للأنديا حسم الطبيب المختص في إصابة لاعب كرة القدم راك بالبرار احتمالية إصابة الدولي المغربي ومدافع ويستهام يونيتد الإنجليزي نيف أكراد بارتجاج في المخ خلال مقابلة حصرية مع منصة ويستهام زون وكان أكراد قد أثار الشكوك حول إصابته بارتجاج في المخ بعد التحام عنيف في مباراة نوتينغ هام فوريست منتصف نوامبر خلال الجولة الثانية عشر من الدور الممتز غير أن الدكتور برار أكد أن اللاعب نجى من الإصابة وقال في مقابلة مع المنصة المذكورة والموالية لفريق ويستهام يونيتد لحسن حظه لم يصاب نيف أكراد بارتجاج في المخ وإنما تعرض لما يسمى بضربة مؤلمة خففة في الرأس سنتابع إذا ما ظهرت أي أعراض جديدة على اللاعب ورغم الإشباه في وجود ارتجاج بالمخ سفر أكراد إلى تنزانيا منتصف نوامبر مع بعتة المنتخب المغربي وخاض لقاء بالجولة الثانية في تصفية كأس العالم 2026 الذي انتهى بفوز أصود الأطلس بهدفين لسفر بل وصنع هدفا إلى زميلي حاكم زياش منصة كلارت أندهيو البريطانية تعجبت من استدعاء أكراد إلى منتخب المغرب أمام تنزانيا مع أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدمة تمنع استثناءات لإعفاء اللاعبين المشبه بإصابتهم بارتجاج في المخ من المبارية الدولية